إذن في فقرة التغذية والصحة والجمال أخطى تجنبيها أثناء تنظيف البشرة اليومية العناية بالبشرة من أهم أولويات المرأة لأنها هي من أهم المظاهر الجمالية لها وهي الأكثر عرضة للشمس والهواء والريع ولذلك قد تصاب بالعديد من المشاكل الصحية والجمالية التي تسبب إزعاجاً كبيراً للمرأة أنا عندي إزعاج هاليومين عندني شوية حبوب ولكن أكيد هي بسبب قلة العناية ولكن أثناء عناية المرأة واهتمامها ببشرتها قد تقع في بعض الأخطاء وهي أن تكون تعرفة وقد تسبب لها مظهراً جمالياً سيئة هناك عدة أخطاء قد ترتكبها سيدتي أثناء غسيل بشرتك وبدل من حصول على بشرة نظيفة ومعقمة وصحية تكوني قد تسببت في أذيتها وضررها دون قصد وقد تصاب بالعديد من المشاكل الصحية منها ظهور حب الشباب والبثور السوداء مع ظهور أيضاً علامات التجعيد حول العين وبعض الهالات والدوائر السوداء تحت العين نعم لذلك سوف نقدم لك وأنت أيضاً تسماح خمسة أخطاق التقعين فيها يومياً أثناء غسيل البشرة وعليك أن تتجنبها للحصول على بشرة صحية ونقية وأولها عدم غسل اليدين وهي من العادات الخاطئة والشائعة التي تقع فيها المرأة أثناء غسيل بشرتها عدم الاعتراب نظافة اليدين أو عدم غسلهما جيداً قبل غسيل بشرتها وذلك لأن اليدين قد تحتوي على العديد من الجرافيم والميكروبات والبكتيريا التي تنتقل عن طريق اليدين إلى جلد البشرة والعينين مما تسبب لهما الالتهابات والإحمرار الذي يقوم بتهيج البشرة بشكل كبير لذلك يجب غسيل اليدين بالتأكيد قبل العناية بالبشرة أو غسيل البشرة كمان كثير من السيدات حمير يعني إحنا كل محجبات تقريباً الحجاب نفسه لازم يكون مغسول في كثير من السيدات ما بحبوا حين يغسلوا الحجاب لأنه ممكن تتغير اللون أو الخام اللون وكمان القماشة ممكن تتغير فالحجاب كمان بتتراكم عليه أو سخ من البشرة ممكن زيوت ممكن غبار فدما نلبس أكثر من مرة كمان بنقل بكتيريا للبشرة ممكن تسبب البثور فلازم غسيل الحجاب وسيدات البلبس والأمطل بتكون تحت الحجاب دائماً لازم تكون انضيفة بالإضافة لغسيل اليدين أيضاً استخدام الماء البارد والساخن هو من الأخطاء المنتشرة والتي تتجاهلها المرأة أثناء غسيل وجهها هو استخدام الماء البارد لشطف الوجه وذلك لأن الماء البارد قد لا يقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد ولا يساعد على تعقيمها وتطهيرها من السموم والجراثيم يعمل الماء البارد على تهييج الجلد وقد يتسبب استخدام الماء الساخن في جفاف البشرة وإزالة الزيوت الطبيعي يعني في بعض السيدات ما في حل وسط عندها الماء الساخن جداً هو مؤذي للبشرة والماء البارد أيضاً جداً ممكن أنه ما بينظف البشرة يعني بيظلوا نفس السموم والزيوت موجودة على البشرة دائماً ماء داخل لغسل البشرة وفي الختام بعد غسل البشرة نستخدم الماء البارد لإغلاق مسامات البشرة نعم إذن ثالث خطأ شائع ربما عدم غسل البشرة جيداً أثناء غسيل البشرة لابد من الاهتمام والعناية الجيدة بغسيلها مع الحرص على استخدام منظف ومطاهر للبشرة ويكون مناسب لها فالبشرة الدهنية مثلاً تختلف عن البشرة الجافة فإذا كانت بشرتك من النوع الدهني فاحرصي على استخدام المنظفات ذات الرغوة الغنية لقدرتها على الحد من إفراز الجلد الزيوت بينما صاحبات البشرة الجافة فعليهن باستخدام المنظفات التي تحتوي على الكريمات المرطبة وأيضاً المغذية للبشرة كذلك في استخدام غسول البشرة ومن أجل الحصول إذن على بشرة نقية وصحية وخالية من الشوائب المتكونة عليها وإزالة أيضاً الأترباء والأوساخ ليمكن أنها تتعرض لأ البشرة طوال اليوم نعم تحدثنا بحلقة سابقة عن اختيار منظف البشرة البشرة الدهنية دائماً لازم يكون جل غسيل وجهه ويكون شكله جل أو قوامه جل أما البشرة الجافة فوم مثل ما حكينا رغوة بتكون فيها مواد مرطبة أكثر النقطة الرابعة وهي نقطة مهمة وكثير من السيدات يعني يهملوا هذه النقطة وهي تقشير البشرة وهي من أهم الخطوات التي يجب عملها أسبوعياً بدلاً من المقشرات اللي ممكن تشتريها سيدة من الصيدلية أو من أماكن التجميل بيع المصدرات التجميلية ممكن تعمل مقشر بسيط في البيت عبارة عن سكر زيت زيتون وقهوة وتعمل مقشر للبشرة حتى ممكن القهوة أنه تستغني عنها يكون فقط سكر وزيت زيتون أو زيت اللوز الحلو وتعمل تقشير للبشرة هذا بيحافظ على إزالة بحافظ على البشرة ونظافتها وإزالة الجلد الميت عن البشرة هذا مرة واحدة أسبوعياً بيكون فيها هذا المقشر بالنسبة للبشرة الجافة أما البشرة الدهنية مرتين بالأسبوع كافية وأيضاً ممكن استخدام الشوفان في تقشير البشرة هو مفيد جداً صراحاً جميل إن شاء الله يستفيد منك كل اللي بتابعنا نعم أنا بطيكوا أسرار أنا بستخدمها جميل أيضاً خامس خطأ أو شائع ممكن تتعرضها للنساء هي كثرة غسيل الوجه مع كثرة استخدام المنشفة وهي أن العادات السيئة أيضاً والخاطئة التي تقع فيها المرأة وهي تقوم بغسل بشرتها هي كثرة غسيل البشرة فهذا خطأ كبير فأحرصي على غسيل بشرتك مرتين فقط في اليوم ولا تزيدي أكثر من ذلك في المرأة فالمرة الأولى في الصباح باستخدام غسول ومنظف للوجه بينما في المساء في يكون غسول ومطهر لإزالة بقايا أثار المكياج التي تسبب التهاب وجفاف البشرة نعم نقطة بهمة جداً غسيل البشرة بيكون إحنا ممكن بطبيعة البضوء كمان في خمس مرات في اليوم مع نقرأ الموضوع على فكرة كنت بنفكر في هذا المطقر 15 مرة بنصفف في النهاية إذا بدك تعمل ثلاث مرات في كل مرة ولكن استخدام ممكن الصابون أو أو المنظفات بيكون فقط في الصباح والمساء يعني باقي اليوم إذا في الماء لحلو يعني أكيد بيكون عادي وأحسن للبشرة الرفرش بيعملها أو انتعاش ولكن كمان نقطة مهمة هي البشكير كمان أو المنشفة في بعض سيدات ممكن كمان بيهملوا نظافة المنشفة لحتى بمسح وجههم فيها أو بيستخدموها بشكل قاسي على البشرة يمكن حتى تزلس عندهم معلقة في الحمام صحيح يكونوا بمسح بشرتهم بطريقة قاسية بفكروا هيك إنه بنظفوها أكتر لا هذه ممكن القسوة كمان بتنظيف البشرة هي إلها نتائج عكسية مش نتائج إيجابية أبداً على البشرة فضروري جداً غسل اليدين غسل المنشفة لحتى يعني تكون البشرة نظيفة ومطخرة بطريقة آمنة بحيث لا نؤدي بشرتنا في النهاية نعم إذا نتمنى تكونا نستفدتين كل كم من أخطات جنبية أثناء تضيف البشرة اليومية اللي عرضناها عليك اللي ما تابعتش الفقرة وحبة تنشرها من صديقاتها تقدرين تأخذنا من صفحة في الفيس بوك أو من قناتي ومن شباب في اليوتيوب نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر